ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وهي عقيدة عامة لمعتقدات أهل السنة والجماعة تجاه الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين وأحكام يوم القيامة وما يقع في القبر وما على المؤمن وما عليه من واجبات قال الشيخ هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة أي بعدما بدلت جهدا لمعرفة الدين الحق فالثمر مما يلي فالإيمان بالله تعالى وأسمعه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه والموجبين لقيام بأمره واجتنابنه لو أنك اعتقدت وعلمت أن الله هو الرقيب فأنت تستحضر رؤية الله لك ولا تفعل المعاصي ولو اعتقدت وعلمت أن الله هو السميع يسمعك فأنت تجتنب عن قول السوء وأن الله يراك تجتنب الأماكن السوء والمحرمات لو اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك لن تخبئ الخبيثة في قلبك ولن تضمر عداء وبغضا للمؤمنين ولن تكمن المحبة للمشركين والكفار فأنت داخلك كخارجك لا فيها نفاق ولا غل والقيام بأمره بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بها كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع قال الله سبحانه وتعالى في سورة العصر هذه سورة عظيمة قال الشافعي رحمه الله لو عمل الناس بهذا السورة لكفتهم لكان كافيا والعصر يقسم الله بالعصر سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر أي جميع البشر في خسارة إلا استثناء إلا الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا به إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا أي وتمسكوا بالحق وهو القرآن والسنة القرآن والحديث بفهم الصحابة بفهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وتواصوا بالصبر الصبر على مراحل الصبر على الطاعات يعني أنت تصبر على أن تحضر الجماعة في المسجد وعلى أن تقرأ القرآن كل يوم وعلى أن تكون بارا بوالديك وأن تتصدق الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي تصبر على أن لا تنظر إلى الحرام وأن لا تأكل الحرام وأن لا تشرب الحرام وأن لا تقول الحرام وأن لا تفعل الحرام والمعاصي هذا الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على الدعوة أن تدعو الله بالحكم والموعظ الحسن وأن تصبر هذا يسبك وهذا يضربك وهذا يقول فيك كلاما وذاك يقول فيك كلاما هذا يقول لا يفعل هذا لله سبحانه وتعالى هذا يريد الدنيا هذا يريد الفلوس فهذا الصبر على الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه الصبر على الأذى فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا دعا الناس إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلي الله في الطائف وأدموه وضربوه صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا لذا يقول الله سبحانه وتعالى ياهوه الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وعندنا أنواع من الصبر صبر طبيعي الإنسان طبيعة هو الصبور واصبروا وصابروا المصابرة هو أن تعود نفسك على الصبر والاستبار هو الصبر في مقابلة العدو هذا عدو في جبهته وأنت في جباتك يعني الشيطان الشيطان صابر على أن يغويك عن طريق الله وأن تكون صابرا على أن تجاهده وتبعده عنك هذا المصابرة والاستبار هذا الذي ذكره الله به في سورة آل عمران فالصبر من صفات الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل أجره معلوم إلا الصبر لهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لعظم أجر الصبر فالله سبحانه وتعالى لم يذكر الثواب جعله مبنيا على المجهول لأن أجره عظيم أجر الصبر والصبر على الطاعات أعظم من الصبر على المعاصي مثلا لو أنت جيبك لا فيها فلوس ولا دراهم ولا باونات لن تستطيع أن تشتري الحرام وتأكل الحرام وتشرب الحرام ولكن الصبر على الطاعات صعب أن تحضر الجماعة في المسجد والجمعة على وقتها وأن تغتسل وتقرأ القرآن وتفعل الطاعات وتصوم أصعب صعب جدا إلا على الذين آمنوا إلا على الذين آمنوا لأن الله سبحانه وتعالى الإيمان المؤمن الكامل الإيمان الله سبحانه وتعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدافع عنهم إذا كانوا في ضيق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى الله سبحانه وتعالى يجعل لهم محبة كل الناس يحبونهم يحبون هذا الرجل لأنه مؤمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فلهم الجنات من الله سبحانه وتعالى الفردوس والفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة وأوسط الجنة فصفات المؤمن وثواب المؤمن عظيم عند الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المؤمنين وإمام المتقين فالقيام بأمر الله يحصل السعادة فيها للفرد والمجتمع وقال تعالى من عمل صالحا من ذكرين أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة في الدنيا ولنجيينهم أجرهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون سبحان الله بأحسن ما كانوا يعملون فالله سبحانه وتعالى كيف هو الحياة الطيبة ترى المؤمن فقير فقير المال هزيل البدن مريضا ولكن يعلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو يعلم أن الذي أصابه بالمرض أرحم الراحمين أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وإذا أصابه بالمرض كفر عنه السيئات وأعلى درجاته في الجنة أعلى درجاته في الجنة وحياته طيبة لأنه يعلم الحياة والموت والرزق بيد الله سبحانه وتعالى بيد الله سبحانه وتعالى ووعده الله سبحانه وتعالى أنه آمن به واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي برزقه وما كتبه الله له فله جنات تجري من تحت الأنهار في حياة أبدية أزلية وقال الله تعالى وإن الآخرة لهي دار القرار وقال تعالى وإن الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الحقيقية الأبدية فالدنيا مكان ماذا كن في الدنيا غريبا أو كعابر سبيل ليس دار القرار دار الامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومن ثمرات الإيمان بالملائكة لأن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشري من ثمرات يعني ما تجنيه بعد العمل الشاق أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه لأن الله خلق هؤلاء الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة أشهدوا خلقهم سيكتبوا شهادتهم ويسألون من الله سبحانه وتعالى الملائكة منهم جبرائيل واسمه جبريل أيضا له ستمائة جناح قال النبي عليه الصلاة والسلام قد سد الأفق النبي عليه الصلاة والسلام قلبه غسل بماء زمزم وملئت حكمة وقوة لم يستحمل عندما رأى جبريل عليه السلام فرجع إلى بيتي قال دثروني دثروني زملوني زملوني عظيم عظيم سبحان الله قال النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه السلام بجناحه رفع قرية قوم لوط ورفعهم إلى السماء بجناح بطرف جناح طرف يعني طرف الجناح هذا للمثال للمعرفة وليس للتشبيه طرف جناح هكذا رفع قوم لوط وطاحهم على الأرض سبحان الله فعظيم وعندك إسرافيل وعندك ميكائيل سبحان الله إسرافيل هو الملك الموكل بالبوق بنفخ الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون والميكائيل هو الملك الموكل بالمطر والنبات وعندك ملك الموت وسماه بعض الناس إسرافيل وهذا ليس بصحيح ملك الموت وعندك ملك عظيم مالك خازن النار خازن جهنم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وعندنا الزبانية عليها تسعة عشر تسعة عشر من الملائكة موكلين بأهل النار والعياذ بالله نعوذ بالله من النار وعندك حملة العرش الآن يحملون عرش الرحمن أربعة ويوم القيامة ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثمانية ملائكة عظام قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن ما بين أذن أحدهم إلى شحمة كتفه ما بين خمسمائة سنة للفارس يعني عظيم لا يعلم قدر عظمهم إلا الله سبحانه وتعالى فأنت بالإيمانك بالملائكة لأن الملائك من عالم الغيب الإيمان لا يكون إلا بالغيب الإيمان لا يسمى بالمشاهد أنا أقول محمد أخي أؤمن بك كيف تؤمن بك لا تؤمن بك تقول أنا أصدقك أنا أعرفك لكن تؤمن فقط بالغيب بالغيب نحن لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن به نؤمن بنبوته وبرسالته لم نرى أن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا أوراقا فقط لكن نؤمن به هذا والإيمان لا يكون إلا بالغيب لهذا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة في بدايته في بيان صفة المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالإيمان لا يكون إلا بالغيب فإذا كان الملائكة أقوية إلى هذا الدرجة فالله سبحانه وتعالى أقوى وأعلم وأعظم ثانيا شكره تعالى على عنايته بعبادته حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقول بحفظهم واكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم ومثما قلنا الملائكة كراما كاتبين الذين يكتبون أفعال العباد وعندك منكر ونكير وعندك سبحان الله رقيب وعتيد وعندك أربع ملائكة اثنين أمام واثنان من خلف يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله هذا سخرهم الله سبحانه وتعالى لحفظ عباده المؤمنين ومن الملائكة من يضعون أجنحتهم ليمشي عليه طالب العلم رضا به سبحان الله فهذا يستوجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على كمال نعمه عليك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ولا يفترون أي لا يتعبون وقال تعالى وما نتنزل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول هذا الآية جبريل عليه السلام قال يا جبريل لماذا لا تنزل علينا تكلمنا ونكلمك يستأنس به فقال جبريل نزل الله هذا الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقال تعالى فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يوجد ملائكة تنزل من نفسها كلها بأمر الله سبحانه وتعالى وثالثا يستوجب علينا محبة الملائكة أن نحب الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين لأن الله سبحانه وتعالى قال فيهم ويستغفرون للذين آمنوا ومن ثمرات الإيمان بالكتب يعني أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه آمن الرسل بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه أي أن نؤمن أن الله أنزل الكتب السماوية وما هو الكتب ما هي الكتب لا لا من من صحف إبراهيم إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وعندك صحف إبراهيم وعندك التوراة وعندك الزبور وعندك الإنجيل والقرآن وماذا أيضا لا 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 ونؤمن بنبوة ورسالة جميع الأنبياء والرسل الذي لم يقصصهم الله علينا في القرآن لأن قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك لم نقصصهم عليك فكل رسول ما الفرق بين النبي والرسول النبي هو الذي أتى برسالة ولم يؤمر بتبليغه والرسول هو الذي أتى برسالة من الله وأمر بتبليغه والدليل على هذا قوله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس ومن ثمرات الإيمان بالكتب العلم برحمة الله تعالى وعنايتي بخلقه حيث لم يعذبهم قبل أن يرسل إليهم رسل وينزل عليهم كتب يبين لهم الحق من الباطل والصح من الخطأ وطريق الصواب وطريق الضلالة سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى في كتابه لأن الله ما أرسل نبيه إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا تبشرهم بالجنة وتنذرهم من عذاب الله والنار فهذا من رحمة الله ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في الكتب لكل أمة ما يناسبها لكل أمة كتاب لكل أمة كتاب على سبيل المثال في كتاب سليمان عليه السلام كان جائزا أن يصنع أن يصنع التمثال ويعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان وقدور راسيات يعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور كان جائز في ديننا في شرع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التماثيل لا يجوز حرام وفي شريعة يعقوب عليه السلام أن تجمع بين الأختين يعني أن تتزوج أختين في آن واحد كان جائز في شريعة يعقوب ولكن في شريعتنا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف لا يجوز كان الرجل يسلم وقد جمع بين الأختين فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفرق بين أحدهما يطلق لا يجوز وكان سبحان الله في الشرع الأخرى في تفاصيل الدين الفقهية يختلف عن ديننا ولكن في أصول الاعتقاد كلهم واحد كلهم واحد لأن الله قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده نفس الوحي بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم ومناسبا لجميع الخلق في كل العصر ومكان إلى يوم القيامة يعني القرآن هو خاتم الكتب والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وما قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي يعني أن من يعتقد أن نبيا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عيسى بن مريم لأنه كان قبله يرجع يأتي بعده فهو كافر بالله ورسوله لأنه كذب القرآن لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خرج مدعون كذابون يعني قالوا نحن أنبياء ولكن الله سبحانه وتعالى بعثوا يعني بهتهم وفضحهم كالأسود العنسي في اليمن وكمسيلم الكذاب في اليمامة وكسجاحة تغلبية في بني تغلب وبني ربيعة خرج منهم وخرج منهم سبحانه الله طليحة الأسدي طليحة الأسدي في بني أسد طليحة رجع وتاب سجاحة رجعت وتابت أسود العنسي قتله الله قتله أصحابه ومسيلمة قتله زيد بن الخطاب زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من بعد ثلاثون مدعون كذابون ثلاث يعني ثلاثين سبحان الله يخرجون ولكن يفضحهم الله سبحانه وتعالى لأنه لا نبي بعد النبي عليه صلاة والسلام ثالثا عندما تذكر كل هذا النعم من الله سبحانه وتعالى من رحمته تزداد شكرا لله سبحانه وتعالى والشكر له شروط ثلاثة الشكر له شروط ثلاثة أن تشكر الله بلسانك وأن لا تستعمل النعمة الذي أعطاك الله من المال في المعصية إذا استعملت النعمة شكر النعمة من أركانه إذا استعملته في الحرام فأنت لم تشكر الله سبحانه وتعالى لم تشكر الله سبحانه وتعالى ما شكرت الله فهمت وثالثا سبحان الله أن لا تمن على غيرك أن لا تمن أن لا تقول هذا من عندي قارون قال هذا فقطه يعني أباده الله قال إنما أوتيت على علم عندي أنا 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 I've done this I've done that لا تقول هذا هذا لا يجوز هذا ليس من صفات المؤمنين وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله سبحانه وتعالى ليس منك ليس من عملك فاشكر الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث فحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى وليس بنقمة ربك نحن كثير الشكوى نشكو جسمي يتألمني والله أنا عندي مشكلة هنا والذي ضعيف ما في مال ما في فلوس ما في عمل يا أخي قال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث لم يقل وأما بنقمة فاشتكي فحدث بنعمة الله نعمته عليك كثير أشكر الله سبحانه وتعالى ومن ثمرات الإيمان بالرسل يعني لو آمنت بالرسل ما الذي تجنيه من هذا ما هو الثمرة ما الذي تستفيد أولا العلم برحمة الله تعالى بعنايتي بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد لو لم يكن الرسل لما اهتدينا لما اهتدينا لما عرفنا الحق ولا 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 اجتنبنا الباطل لولا دعوة الأنبياء نوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى التوحيد ليلا نهار والله قال قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا سبحان الله أيوب عليه السلام يحيى عليه السلام قتل زكريا عليه السلام قتل في سبيل الدعوة لله سبحانه وتعالى فهذا يتوجب علينا أن نشكر الله شكره على هذه النعمة الكبيرة ومحبة الرسل لأنه نضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبأولادهم في سبيل أن يصلنا هذا الدعوة هذا العلم هذا الهداية أنت الآن بين بين شعوب العالم خمسة مليار ستة مليار لا يعبدون الله سبحانه وتعالى فاشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام أول نعمة عليك النعمة الإسلام ثاني العافية العافية في البدن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما أوتي العبد خيرا بعد الإسلام من عافية البدن فقل اللهم أني أسألك المعافاة في الدنيا والآخر اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي اللهم مصر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يديهم من خلفي وعيميني والشمالي ومن فوقي وعذب عظمتك من أغتال من تحتي فتدعو الله سبحانه وتعالى والدعاء مستجاب إن شاء الله وتحب الرسل وتثني عليهم وتصلي عليهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده سأل الرجل قال لماذا اختار الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من بين خلقه لأن الله اطلع على قلوب الناس فرأى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أصفاهم قلبا وأنقاهم قلبا وأعذبهم قلبا لهذا اختاره صلى الله عليه وسلم لأنه كان على خلق عظيم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعبادي والصبر على آذاهم هذه كلهم الرسل سبحان الله قاموا بهذه الأعمال فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم معنا خير الجزاء ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر يعني لماذا تؤمنوا باليوم الآخر الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك العب اليوم والبعد عن معصيتي خوفا من عقاب ذلك اليوم أهوال يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذين هم من خشة ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخرات وهم لها سابقون هؤلاء هذه صفات المؤمنين الذين يذكرون الله في صورة المؤمنين تسلي المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها يعني ثواب الإيمان بالآخرة ثمرته أنك لو فاتك الصحة صحة البدن كنت مريضا على الدوام وفقيرا ولو آمنت بالله واتبعت الرسول فأنت تنتظر ما ينتظرك يوم القيامة جنات تجري من تحت الأنهار حياة أبدية سرمدية خالدة ويذهب عنك البغض والغيث وسبحان الله تصبح شابا مرة ثانية خالدين فيها أبدا حور عين وجنات وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في جنات ها لا في جنات أكمل الآية وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سرور مرفوعة في ها لا لا تحفظون القرآن والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ها ثلة من الأولين وقلل من الآخرين لا 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 تاخذنا للشمال يا أخي ما زلنا في اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وقال أيضا في آية أخرى عطاء غير مجذوذ يعني لا ينقطع عن أهل الجنة من النعم شيئا كل جمعة يذهبون إلى السوق في الجنة في الجنة السوق يذهبون إليه ويضربهم ريح الشمال يزدادون جمالا ويرجعون إلى أهلهم فإذا اعتقدت هذا يعني ما همك المرض في الدنيا ولا ضيق العيش لأنك تنتظرك ما لا ينتهي ولا ينقطع فهذا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر ثمرات الإيمان بالقدر القضاء والقدر هو الاعتماد على الله عند فعل الأسباب لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله تعالى وقدره قال النبي عليه الصلاة والسلام أشعر هذا في حديث واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إن فاتك الشيء لا تحزن عليه لا تحزن على شيء إن فاتك لو عملت كذا كنت أخلالا لا تقل لو قل قدر الله ما شاء فعل لأن ما كتبه الله لك والله أتيك إلى بابك باب بيتك فتوكل على الله واستسلم لله سبحانه وتعالى واستسلم لله سبحانه وتعالى ولما كتب لك قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجى ولا ملجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت تنم قرير العين ثانيا راحت النفس وطمأنية القلب لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكره كائن لا محالة ارتحت النفس واطمأن القلب ورضى بقضاء الرب فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله فيما قدره له من أسباب الخير والنجاح فيشكر الله تعالى على ذلك ويدعو الإعجاب يعني لا تعجب بنفسك أنا فعلت كذا فأنت لست بشيء لو أصابك الله بوجع في رأسك قليل لما استطعت أن تفعل شيء ولا تسوق السيارة فقل وما بكم من نعمة فمن الله قل الفضل كله لله اللهم إني أحمدك وأشكرك على فضلك ونعمك وجزيل عطائك تنم قرير العين وقال تعالى لئن شكرتم ولئن شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم أي كفر النعمة إن عذابي لشديد رابعا ترض القلق والضجر عند فوات المراد أي حصول المكروه لأن ذلك بقضى الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة فيصبر على ذلك ويحتزب الأجر مثل ما قلت أن شيئا فاتك لم يكن لك أنا بعض الأحيان أشتري الأكل الطعام لنفسي يأكله غيري لأنه غير مكتوب لي أنا اشتريت ودفعت ثمنه والله تريد الزواج من امرأة تقدم للزواج أربع خمس مرات غير مكتوب لك مكتوب لك أن تتزوج من امرأة أخرى وتنجب منها يتزوجها غيرك فإذا حاولت ولم تحصل عليه فلا تزجر ولا تزعل ولا تغضب فقل الحمد لله اللهم اخلفني خير من هذا هذا ومن ثمرات الإيمان بالقدر وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي مكتوبة في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كما في الحديث الصحيح إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فتكم أي لم تحصلوا عليها ولا تفرحوا لكي لا تأسوا على ما فتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور أي مختال بنفسه كما كان قارون فخرج على قومه في زينته سبحان الله وقال إنما أجيته على علم عندي قال له العلماء ويلك ويلك ثواب الله خير قالوا له قالوا له وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك لم يحسن فأغرقه الله سبحانه وتعالى وأغاره في الأرض سبحان الله فالتكبر لا يجوز فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها ويزدنا من فضله وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوحاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين